اهلا ومرحبا بكم اعزائي طلاب الصف الثالث والخامس بمدارس التعليم الفني التجاري نظام الثلاث سنوات ونظام الخمس سنوات شعبة الشؤون القانونية وشعبة الادارة والتسويق وسوق المال في حلقة جديدة من حلقات منهج المحاسبة الحكومية في برنامج الاوائل ان شاء الله اليوم بإذن الله هنستكمل حديثنا عن موضوع من موضوعات المحاسبة الحكومية وموضوع مهم وموضوعات الفصل او الباب الرابع من ابواب المنهج وعندنا هنستكمل حديثنا عن التوجيه المحاسبي لعملات الحكومية وهناخد موضوع مهم جدا عن التوجيه المحاسبي للمصرفات ايه المعصوب بالمصرفات عزاء الطلاب؟ بالمصرفات كل المبالغ اللي بتنفقها الوحدات الحكومية الإدارية من المبالغ المخصصة لها على الأعمال الخاصة بيها وكذلك أي مبالغ استقطعتها من الغير بتقوم بردها مرة أخرى لأصحاب الحقوق يعني لو كانت استقطعت مبالغ مثلا على سبيل المثال من مصلحة الضرائب بتقوم بردها لهذه الجهات جهات أصحاب الحق اللي طبعا فتحنا لها حساب قبل كده حساب جاري مبالغ دائنا تحت التسوية باسم طبعا الهيئة العامة للتأمنات الاجتماعية أو باسم مصلحة الضرائب وما شبه ذلك من جهات طبعا المصرفات بنفتح لها حساب اسمه حساب استخدامات الموازنة وأي مبالغ بتصرف للموردين أو المتعهدين بنقول على طول من حساب استخدامات الموازنة طيب ايه طرق الصرف؟ عندنا طبعا في النظام المحاسبي الحكومي في جمهورية مصر العربية عندنا 3 طرق للصرف أول طريقة عندنا وهي طريقة الصرف بإذن صرف والطريقة الثانية وهي الصرف بشكات والطريقة الثالثة وهي الصرف بأوامر الدفع الإلكترونية أو طريقة الدفع أو الصرف الإلكتروني بإحنا عندنا 3 طرق من طرق الصرف يأما بيتم الدفع أو الصرف بشكات أو بيتم الدفع أو الصرف بإذن صرف أو بيتم الدفع أو الصرف عن طريق أوامر الدفع الإلكترونية نحن النهاردة ان شاء الله خلال حلقتنا هنركز على طرقتين مهمين من طرق الصرف وهي الصرف بشكات والصرف بإذن صرف طبعا الشيكات المقصوبة هنا هي شيكات صدرة لأن الوحدة هتسدد مصرفات عليها أو هتسدد مبالغ مستحقة عليها وبالتالي هتقوم بإصدار شيك لأصحاب الحقوق والمبالغ دي هتكون مقابل مقابل استخدامات أو مقابل أعمال آمل غير بتأديتها للمنشأة أو مبالغ استقطعاتها لحساب جهات أخرى هتقوم برضها إما بشكات أو بإذن صرف ده احنا عندنا ثلاث طرق للصرف هما على الترتيب الصرف بشكات الصرف بإذن صرف وكذلك الصرف أو الدفع الإلكتروني هنركز اهتمامنا زيما أوضحنا عزيزة الطلاب على الصرف بشكات والصرف بإذن صرف خلال حلقة اليوم إن شاء الله خصص حلقة تالية بإذن الله للصرف أو الدفع الإلكتروني جباحنا أوضحنا إن إحنا لما نيجي نصرف أي مبالغ من الوحدات الحكومية اللي داري هنصرفها لإما الموردين أو هنصرفها لجهات أصحاب حق إحنا كنا نستقطعنا مبالغ قبل كده من الغير لحساب هزيل جهات اللي احنا أوضحنا اسمهم أو لهم حساب اسمه حساب جاري مبالغ دائنا تحت التسوية باسم هزيل جهات على سبيل المثال المبالغ اللي استقطعت لحساب مصلحة الضرائب ويتم ردها لمصلحة الضرائب إما بإذن صرف وإما بشكات تعالوا نشوف مع بعض إيه هي طرق الصرف والكيفية اللي بنجري بيها المعالجة المحاسبية لطرق الصرف ناخد أول طريقة عندنا اللي هي الصرف بشكات تعالوا نشوف مع بعض عندنا زي ما أوضحنا تلات طرق الطريقة الأولى اللي هو الصرف بشكات وطبعا لازم حساب الشكات في الحالة دي تكون دائن فبنقول إلي حساب الشكات لو تم الصرف بإذن صرف لازم الطرف الدائن إلى حساب الحوالات لو طبعا تم الصرف عن طريق الدفع الإلكتروني أو أوامر الدفع الإلكترونية بنقول إلي حساب أوامر الدفع المرسلة يبقى الطرف الدائن هيكون عندي إما الشيكات إما الحوالات إما أوامر الدفع المرسلة يبقى في حالة إصدار شيك إصدار إذن صرف إصدار أمر دفع هيكون عندي طرف من الثلاثة دول إما الشيكات وإما الحوالات أو أوامر الدفع المرسلة لو الدفع بشيكات يبقى إلى حساب الشيكات أو حساب الشيكات هيكون دائن لو الصرف أو الدفع تم بإذن صرف هيكون حساب الحوالات طرف دائن لو الصرف او الدفع تم عن طريق الدفع الالكتروني هيكون طبعا اوامر الدفع المرسيب انا عندي اربع او تلات طرق على وجه التحديد عندي تلات طرق من طرق الصرف الصرف بشكات الصرف بازن صرف اللي هنقول له انه هنفتح له حساب الحوالات والدفع الالكتروني اللي هي اوامر الدفع احنا هنركز اهتمامنا على طريقتين وهو الصرف بشكات والصرف بازن صرف وهنخلي الدفع الالكتروني في حلقة قادمة ان شاء الله يبقى انا اول ما يقولي ان الوحدة الحكومية اصدرت شيك للمورد اصدرت اذن صرف للمورد لازم هيكون في الحالة دية حساب استخدامات الموازنة مدينة لازم اقول من حساب استخدامات الموازنة طب والطرف الدائن هنشوف بقى عندنا لو الاصدار تم بشيك يبقى حساب الشيكاتة يكون طرف دائن لو تم بازن صرف هيكون حساب الحوالات طبعا طرف دائن وناخد بالنا عزيزي الطلاب ان الحوالات اما انها بتكون مسحوبة على خزينة الوحدة لان طبعا اذن الصرف اما يكون انه مسحوب على خزينة الوحدة يا اما يكون مسحوب على الهيئة العامة او الهيئة القومية للبريد يبقى لو كان مسحوب على اذن الصرف مسحوب على خزينة الوحدة يبقى في حالة ان احنا يتم صرف الشيك او يجينا اشعار بان الشيك تم صرفه أو بأن الحوالة تم صرفها أو أن أمر الدفع تم صرف ويبقى احنا الخطوة التانية أو المرحلة التانية احنا هنشوف هل بعد ما بنصدر الشيك أو بنصدر إذن الصرف أو بنصدر أوامر الدفع الإلكترونية بنشوف بعد كده هل هي تم صرفها ولا لا وفي حالة أن هي تكونت صرفت يبقى في الحالة دي لازم تيجي طرف مدينة سواء كانت الشيكات أو الحوالات لكن احنا هنقف عند الحوالات قلنا لو الحوالات تم صرفها من خزينة المنشأة وفي الحالة دي هتكون خزينة المنشأة أو خزينة الوحدة الحكومية الإدارية على وجه التحديد خزينة الوحدة الحكومية الإدارية هتكون خزينة عامة لأن الخزينة العامة بيصرف منها مبالغ أما الخزينة الفرعية لا يصرف منها أي مبالغ يبقى في حالة أن خزينة الوحدة تكون خزينة عامة فهيصرف منها طبعا إذن الصرف وفي الحالة دي هيكون حساب الخزينة طرف داين وحساب الحوالات طرف مدين. اما لو تم صرف اذن الصرف من خلال طبعا عن طريق هيئة البريد هيكون عندي حساب الحوالات ايضا طرف مدين وحساب جاري نقدية بالبريد امنات طرف دائن. يبقى هنركز اعزائي الطلاب المرحلة بتاعة صرف الشيكات او صرف الحوالات او صرف اوامر الدفع المرسلة بتتم على مرحلتين. الاول اصدار ثم بعد كده بيتم صرف هذا الشيك او اذن الصرف او بيتم بعد كده صرف اوامر الدفع المرسلة تعالوا نشوف بقى لما يجي لاشعار صرف للشيك او اذن الصرف او امر الدفع هيكون عندي المعالجة المحسبية. قلنا طبعا هيكون لو هو شيك هيكون حساب الشيكات طرف مديني اعنى اقول من حساب الشيكات الى حساب جاري البنك المركز. لان الشيكات بتصرف من البنك المركز. او اخب بالي ان ده شيك ايه؟ شيك صادر. احنا فتحنا له في البداية فتحنا له الشيك الصادر فتحنا له حساب الشيكات طرف دائن. فلما يتم مصرفه ونقول من حساب الشيكات إلى حساب البنك أو جار البنك المركزي. أما الحوالات اللي هي طبعا أزون الصرف. قلنا أزون الصرف يا إما بتكون مسحوبة أو بتصرف من الخزينة العامة للوحدة الحكومية الإدارية. فبنقول من حساب الحوالات إلى حساب الخزينة أو بتصرف من البريد أو مكاتب البريد أو أحد مكاتب البريد. فبنقول إلى حساب جار النقدية بالبريد أمانات. أما بالنسبة لأمر الدفع المرسل طبعا اللي هنخصصها حرقة لان دي خاصة بالدفع الكتروني فبنقول من حساب اوامر الدفع المرسلة الى حساب الوحدة الحسابية المركزية. يبقى في حالة طروض اشعار صرف شيك صرف اذن صرف. صرف امر دف بقول من حساب اه لو شيك بقول من حساب الشيكات الحساب جار البنك المركزي وخب بالك ان في الخطوة الاولى الشيك كان دائن. لما يجي تصرف اجيبه مدين وجار البنك المركزي يجي دائن. الحوالات كانت دائنة لما نيجي نصرفها او يجي لي اشعار انها تصرفت. لو تصرفت من خزينة عامة اللي هي خزينة الوحدة الحكومية الادارية. اقول من حساب الحوالات الى حساب الخزينة. لو تصرفت من اه هيئة البريد او كان اذن الصرف ده مسحوب على هيئة البريد. يبقى في الحالة دي هنقول من حساب الحوالات الى حساب جار نأدية بالبريد من كوصين امانات. اما اوامر الدفع الالكترونية فبنقول طبعا في حالة صرفها من حساب اوامر الدفع المرسلة إلى حساب الوحدة الحسابية المركزية تعالوا نشوف مع بعض أعزائي الطلاب مثال نوضح من خلاله الكيفية اللي بنسجل بيها الشيكات الصادرة أو عمليات المصروفات داخل دفتر اليومية وهنا بنقص المصروفات بايه المصروفات بشيكات قلنا أول ما يتم إصدار شيك خبالك معايا أول ما يتم إصدار شيك للمورد يبقى من حساب استخدامات الموازن على طول أما لو بنصدر شيك لجهة من الجهات مثلا اللي احنا استخطعنا لحسابها مبالغ قبل كده زي مصلحة الضرائب بيبقى من حساب جاري مبالغ دائنا تحت التسويب اسم هذه الجهة الطرف الداني عزائي الطلاب بيكون في حالة الصرف بشيك هيكون حساب الشيكات تعالوا نشوف أول مثال معانا على الصرف بشيكات ونشوف إزاي هنسجل هذه العملية داخل دفتر اليومي أول مثال عندي بيقول لي أصدرت الوحدة شيكا للمورد أحمد حسن أصدرنا شيك للمورد أحمد حسن يبقى على طول برافو عليك من حساب استخدامات الموازنة يبقى بعد كده بيقول لي بمبلغ ست تلف وخمسمائة جنيه بعد خصم خمسمائة جنيه درائب خبالك احنا ادينا المورد أحمد حسن ست تلف وخمسمائة جنيه لكن خصمنا منه بعد ما خصمنا منه خمسمائة جنيه يبقى المورد أحمد حسن كان له قد ايه برافو ست تلف وخمسمائة زائد ال 500 جنيه ضرائب الموارد احمد حسن كان له عندنا 7000 جنيه قارفت ازاي قالك احنا اصدرنا له شيك ب6500 وخصمنا منه 500 جنيه ضرائب يبقى كان المفروض هو له مستحقات عندنا ب7 واحنا لما جينا ندي له 7000 جنيه خصمنا منه 500 جنيه لحساب مصلحة الضرائب يبقى انا عندي استخدامات الموازنة ب7000 جنيه تمام خصمنا بقى لحساب مصلحة الضرائب 500 جنيه يبقى كده كأن انا بحصل خبالك كده هندخلنا فين في الاراضات كأن انا كده بحصل خصما من المستحقات لجيه اخرى وانا لما بحصل خصما من المستحقات لجيه اخرى بقول ايه من استخدامات الموازنة الى حساب جاري مبالغ دا هنا تحت التسوية باسم ايه هذه الجيه والجيه هنا في الحالة دي مصلحة الضرائب يبقى العاملة هنا مركبة داخل فيها جزء منين داخل فيها جزء من الاراضات ان انا خصمت او حصلت جزء من المورد احمد حسن لحساب مصلحة الضرائب يعني حصلت مبالغ لمصلحة الضرائب خصما من مستحقات هذا المورد اللي هما 500 جنيه يبقى كنت المفروض اقول قد من حساب استخدامات الموازنة الى حساب جاري مبالغ دا هنا تحت التسوية باسم مصلحة الضرائب ب500 جنيه في نفس الوقت انا اديته اديته 6500 جنيه كمان لان الاستخدامات كلها كان 7500 هياخدهم بشيك و500 خصمناهم منه لحساب مصلحة الضرائب طيب يبقى هنصدر له الشيك ب6500 يبقى لو جيت حل العملاء دي كنت المفروض تبقى قدين مرة من استخدامات الموازنة الى حساب الشيكات ب6500 يعني خلي بالك معايا تعالى معايا كده المفروض هنا العملاء دي مركبة يعني المفروض اقول من حساب استخدامات الموازنة الى حساب جاري مبالغ دا هنا تحت التسوية طبعا باسم مين مصلحة الضرائب مصلحة مين الضرائب بكام بال500 جنيه اللي احنا خصمناهم لحساب مصلحة الضرائب وبعدين احنا ادينا شيك للمورد ب6500 ايضا هنقول من حساب استخدامات الموازنة الى حساب الشيكات بكام عزاء الطلاب ب6500 جنيه لان احنا خصمنا مبلغ لحساب مصلحة الضرائب خلي بالك ان احنا عندنا هنا الطرف المدين حساب واحد اللي هو حساب استخدامات الموازنة وعند الطرف الدائن 500 جنيه جاري مبالغ دا هنا تحت تسوية باسم مصلحة الضرائب وحساب الشيكات ب6500 كنت قدر اعمال له مفقيد واحد على طول بقى من مزكورين من حساب الاول من حساب الاول على طول من حساب استخدامات الموازنة الى مزكورين الى ايه مزكورين مش من مزكورين لان الطرف الدائن هو اللي اكتر من اين من حساب الطرف الدائن عندي حساب جاري مبالغ دائنة تحت التسوية طبعا باسم مصلحة مين الضرائب دي المبلغ اللي استخدامات المستخدامات ضرائب 500 جنيه وحساب طرف الدائن التاني حساب الشيكات اللي هو بكام اعزائي الطلاب ب6500 يبقى انا عندي على طول الطرف المدينة هيبقى بكام ب7000 طب انا خباري بقى لما يقول لي ان احنا اصدرنا شيك للمورد احمد حسن بمبلغ 6500 بعد خصم 500 جنيه يعني معنى كده ان المورد حسن كان له 7000 جنيه 500 منهم يخصوا مين مصلحة الضرائب هيبقى جاري مبالغ دائنا تحت التسوية باسم مصلحة الضرائب و6500 اصدر بهم الشيك يبقى الشيكات او الشيك اللي ياخده المورد احمد حسن ب6500 جنيه يبقى كده عندي من حساب استخدامات الموازنة الى مذكورين حساب جاري مبالغ دائنا تحت التسوية باسم مصلحة الضرائب وحساب الشيكات وخبالي ليه كده مركب لأي دول عمليتين مع بعض احنا خصمنا من المستحقات من المورد احمد حسن مبالغ لصالح مصلحة الضرائب دي جزئية خاصة بالايه بالتحصيل خاصة من المستحقات من حساب استخدامات الموازنة الى حساب جاري مبالغ دائنا تحت التسوية باسم مصلحة الضرائب ثم بعد كده اصدرنا شيك للمورد احمد حسن 6500 استخدامات ايه موازنة طبعا دي مقابل المصاريف يبقى على طول من 6500 حساب استخدامات الموازنة الى حساب الشيكات 6500 الطرف المدينة عند استخدامات الموازنة يبقى قول من حساب استخدامات الموازنة 500 و6500 سبع تلاف الطرف الدائن جاري مبالغ دائنا تحت التسوية وحساب الشيكات بإلى مذكرين جاري مبالغ دائنا تحت التسوية باسم مصطاحت الدرايا ب500 جنيه وحساب الشيكات ب6500 يبقى لما يقول لي ان احنا اصدرنا شيك للمورد بعد خصم 500 جنيه يبقى اضيفه 500 جنيه على مبلغ الشيك عشان اجيب اجمالي استخدامات الموازنة وقول من حساب استخدامات الموازنة الى حساب إلى مذكورين حساب جار مبالغ دائنا تحت التسوية باسم مصلحة الضرائب بالخمسمائة جنيه المستحق لها وحساب الشيكات بقيمة الشيك لو كملنا الكلام عزيزي الطلابة تلاقيه بيقولك إيه بقى حبالك معاه بيقولك إني ورد إشعار صرف الشيك من البنك المركزي إحنا أوضحنا إن الشيكات الصدرة بتيجي دائنا يعني الشيك الصدر جي إيه جدائن لما أصدرنا الشيك نقول إيه لحساب الشيكات جت في الشيك جي الشيك هنا إيه الشيك الصدر بيجي دائن أول ما يحصل لازم الشيك يجي مدين والبنك المركزي يجي إيه دائن يعني الشيك كده الموارد أحمد حسن خد الشيك ورح صرفه من البنك يبقى في الحالة دائن اللي حصل الشيك انتهى هلغي الشيك كان دائن يبقى جيبه طرف مدين من حساب الشيكات إلى حساب اتصرف من البنك المركزي يبقى في الحالة دائن البنك المركزي دائن يبقى قدع عنده يكون اللي هو وروض اشعار صرف الشيكي بنقول من حساب الشيكات الى حساب جاري البنك المركزي الى حساب جاري البنك المركزي بقيمة الشيك اللي هو 6500 جنيه وطبعا هشرح القيد وروض اشعار صرف الشيك الخاص بالمورد احمد حسد تعال نشوف بقى الكلام ده هنسجله الزيال في دفتر اليومية ونحو ببانا هنقول من حساب استخدامات الموازنة الى مزكورين حساب جاري مبالغ ده انا تحت التسوية باسم مصطحة الضرائب 500 جنيه حساب الشيكات ب6500 جنيه ده الطرف المدين طبعا هيكون استخدامات الموازنة ب7000 جنيه كل عملية مالية لها طرفان طرف مدين وطرف داني وبنفس المبلغ اشح القيد في عبارة مختصرة اصدار شيك بالمستحق للمورد احمد حسن طبعا بعد خصم 500 جنيه لحساب مصلحة الضرائب القيد التاني اللي هو وروض اشعار صرف الشيك من البنك المركز الشيكات جدينة لما يتصرف الشيك بتاع المورد احمد حسن مورد احمد حسن خاد الشيك ورح صرفه يبقى قول على طول من حساب الشيكات القيد التاني على طول العملية دي لها قيدين قيد اصدار الشيك ثم قيد صرف الشيك يبقى نقول من حساب الشيكات الى حساب جاري البنك المركزي 6500 جنيه في المدين 6500 جنيه في الدين وبعدين اشرح القيد وروض اشعار صرف الشيك المورد احمد حسن تعالوا نشوف مثال كمان عزاء الطلاب والمثال التاني بيقول لي أصدرت الوحدة شيكا بالمستحق لمصلحة الضرائب بمبلغ 500 جنيه ضرائب وورد إشعار من البنك المركزي يفيد صرف الشيك ركز معا بقى إحنا صدرنا شيك لمين صدرنا شيك لمصلحة الضرائب طب هي مصلحة الضرائب عندنا اسمها يا عزاء الطلاب اسمها الجاري مبالغ دائنا تحت التسوية باسم مصلحة الضرائب كانت طرف دائن لنا بمبلغ 500 جنيه اللي احنا خصماهم خاصما من المستحقات الخاصة بأحد الموردين لحسابنا طيب لما نصدر شيك بقى لمصلحة الضرائب هنقول لحساب الشيكات وفي الحالة دية مصلحة الضرائب خدت شيك بالمستحق لها يبقى لازم مصلحة الضرائب تيجي مدينة يبقى القدع عندي المفروض هيكون من حساب طبعا جاري مبالغ دائنة تحت التسوية طبعا باسم مصلحة الضرائب يبقى القدع عندي من حساب جاري مبالغ دائنة تحت التسوية باسم مصلحة الضرائب الى حساب الشيكات الى حساب الايه الشيكات مصلحة الضرائب لها عندي كام 500 جنيه طبعا نشرح القدع إصدار شيك بالمستحق لمصلحة الايه لمصلحة الضرائب وبعدين جالي بعد كده ايه اشعار من البنك المركزي يفيد ان الشيك ده تحصل قال ان الشيك بعد كده ايه مستحت الضرايب راحت صرفة الشيك يبقى في الحالة دي على طول القد التاني هنقول من حساب الشيكات اجيب الشيكات ايه مدينة على طول الى حساب برافو عليك جاري البنك المركزي يبقى جاري البنك المركزي يكون طرف دائم بالخمسمائة جنيه وطبعا ده ورود اشعار صرف شيك مصلحة مصلحة الضرايب صرفت الشيك وخضت المستحق له يبقى العملية دي لها قد القد الاول ان انا اصدرت الشيك لمصلحة الضرايب بالمستحق له مصلحة الضرايب كانت طرف دائم لما خصمنا من المورد احمد حسن مبلغ عليه المصلحة الضرايب ثم بعد كده هنصدر لها شيك بالمستحق له فنقول من حساب جاري مبالغ دائمة تحت التسوية باسم الصحة الضرايب خدت بالك ان انا لما باجي اصرف بيكون عندي طرفين هما المدين يا اما لما اصدر شيك يا اما الطرف المدين يكون حساب استخدامات الموازنة ده لو انا بصدر طبعا الشيك دوت لمين لمورد من الموردين او متعاهد من المتعاهدين اللي بيوردوا او بيقوموا بتأديد خدمات او اعمال للمنشاعة يبقى لازم اقول من حساب استخدامات الموازنة لكن لما اصدر شيك لجهة من الجهات ان انا استقطعت مبالغ لحسابها عندي حصلت لها كده مبالغ بالنيابة عنها حقوم اردل هذه المبالغ فبنفتح لها هذه الجهة مثلا على سبيل المثال لو هي مصلحة الضرائب بنفتح حساب جاري مبالغ ده انا تحت التسوية باسم هذه الجهة لو هي مصلحة الضرائب اكتب انكسون مصلحة الضرائب يبقى عند اصدر الشيك لازم اقول يا اما من حساب استخدامات الموازنة لو الشيك مين لمورد لو الشيك تم اصداره المين لمورد اقول من حساب استخدامات الموازنة لكن لو الشيك تم إصداره لجهة من الجهات اللي أنا خصلت لها مبالغ من أحد الموردين اللي بتعاملوا معي أو المقاولين لازم أقول من حساب جاري مبالغ دائنة تحت التسويب اسم هذي الجهة والطرف الدائن عند أصدار الشيك هو حساب الشيكات يبقى لازم أقول إيه لحساب الشيكات مصير الشيك إيه الكلام هنا طبعاً مزاي الشيكات تحت التحصيل الشيكات الصادرة يأما بتحصل يأما بترد تاني للايه الوحدة أو بتفقد يعني إحنا هنركز في المقالجة المحسنية للشيكات لتلات حاجات الشيك تحصل من البنك المركز وإحنا شفنا لما الشيك بيحصل بنقول من حساب الشيكات الحساب جاري البنك المركز أنا ما عندي الشيك بيرفض من البنك المركز لإني دي شيكات صادرة من عندي من الوحدة الكلام هنا على عكس الشيكات إيه تحت التحصيل في عنده تحصيل الإرادات بشيكات قلنا طبعاً بيبقى مصير الشيك يأما التحصيل يأما الربض لكن هنا مصيرة الشيك الصادر يا إما الصرف يا إما أن يرتدي تاني ليا لأي سبب من الأسباب اللي هنوضحها خلال الحلقة إن شاء الله يا إما أن الشيك فقد من المورد أو من المتعهد وطبعا أو صاحب الحق للمنشأة أو الوحدة الحكومية الإدارية الداته لإيه الشيك ممكن يفقد منه الشيك فيرجع تاني للوحدة الحكومية ويطلب منها شيك تاني وتتأكد الوحدة أن الشيك دوت ما تم الصرفه من البنك المركزي وفي الحالة دي تلغي الشيك المفقود وتصدر باسم هذا المورد شيك جديد يبقى ديه الحالات اللي هتكون خاصة بالشيكات هنا بيقول ليه تم صرف الشيك يبقى لازم حساب الشيكات تيجي إيه مدينة يبقى عنده إصدار الشيك الشيكات داينة وعنده صرف الشيك الشيكات حساب الشيكات مدينة والطرف الدائن هو حساب جالي البنك المركزي يبقى احنا أوضحنا عزيزي الطلاب إن إحنا إما بدي جنصر بالشيكات بنقول من حساب استخدامات الموازنة أو من حساب جاري مبالغ دهنا تحت التسويب اسم الجهة اللي كنا استقطعنا لحسابها مبالغ من أحد الموردين زي ما شفنا في مصلحة الضرائب نفس الكلام أيضا على الحوالات لما نروح لها إن شاء الله بس خلونا نركز في الشيكات ونفهمها كويس لأن الكلام هو نفس الحالات اللي موجودة في الشيكات هي الحالات اللي موجودة مع أزون الصرف مع اختلاف بسيط فخب بالك معي تعالى بقى نرجع للمسال اللي معنا المسال التاني ونشوف إزاي نسجل العملاء دي فيه دفتر اليومية وإحنا أوضحنا القيود الخاصة بها أول قد عندي طبعا قلنا هنقول من حساب جاري مبالغ ده هنا تحت التسويب باسم مصطحة الضرائب 500 جنيه في المدين إلى حساب الشيكات وده طبعا قد إصدار شيك بالمستحق لمصطحة الضرائب جالي إشعار من البنك المركزي يفيد صرف الشيك يبقى قول من حساب الشيكات إلى حساب جاري البنك المركزي 500 جنيه 500 جنيه وشح القيود وروض إشعار صرف شيك مصلحة الضرائب دي أعزائي الطلاب الطريقة اللي بسجل بها إصدار الشيك وتحصيل الشيك تعالوا نشوف بقى إيه مصير الشيك مصير الشيك أنا قلنا التحصيل دي جزء أو الصرف يعني المورد أو صاحب الحق لو جاها مثلا زي يجاد مصلحة الضرائب يصرفوا الشيك يبقى من إيه من حساب الشيكات إلى حساب جاري البنك المركزي طب في حاجة تاني قلنا ممكن الشيك ترد ممكن الشيك يترد طب إيه يا أ 240 رد الشيك قالك ممكن الشيك يترد لعدم الاهتداء لعنوان المستفيد مش عارفين، الواحدة أصدرت شيك لأحد المقاولين ومش عارفة فين المقاول المقاول ما قلش تستلم الشيك بتاعه أو أصدرت شيك لما اصلحت الضرائب ومصلحة الضرائب مجاتش استلمت استلمت الشيك بتاعها بعد فترة محددة لازم الشيك ده يتم يتم إلغاءه يبقى دي أول جزئية هذه الجهة طيب لو الشيك ارتد العدم الاهتداء للانوان لانوان المستفيد بالشيك يبقى لازم نقول هنجيب حساب الشيكات مدينة فنقول من حساب الشيكات الى حساب جاري مبالغ دائنة تحت التسوية باسم الشخص المستفيد ده سواء كان مقاول او جهة من الجهات الحكومية زي مصطقة الضرائب طيب لو كان المقاول او المتعاهد ده توفه الله مات يبقى في الحالة ديت اعزاء الطلاب هنقول برضو من حساب الشيكات الى حساب جاري مبالغ دائنة تحت التسوية باسينا بقى في الحالة ده هنقول باسم مين باسم ورصة هذا الايه المتوفر اللي هو صاحب الحق فهنقول من حساب الشيكات الى حساب جاري مبالغ دائنة تحت التسوية باسم الورصة طيب ممكن الشيك يترد لعدم الاحقية اصدرنا شيك لمقاول من المقاولين وهو طبعا الشيك ده مش من حقه يعني اكتشفنا بعد كده ان المبلغ ده او الشيك دوت كان خطأ وتم إصداره له بالخطأ هل الشيك ده أصدر في نفس السنة ولا في سنة مالية سابقة لو أصدر هذا الشيك اللي هو ارتداد الشيك لعدم الأحقية هنفرق من حالتين هل تم رده في نفس السنة ولا في سنة تالية لو تم رده في نفس السنة يبقى نقول من حساب الشيكات إلى حساب الاستخدامات بالاستبعات لو تم رد الشيك ده في سنة في سنة تالية يعني الشيك ده أصدر العام السابق وتم ارتداده للوحدة لعدم الأحقية في السنة الحالية يبقى في الحالة دي هنقول من حساب الشيكات إلى حساب الإرادات المتنوعية أنا عندي أربع حالات في حالة ارتداد الشيك لو الشيك ارتد للوحدة لعدم الاتداء لعنوان المستفيد هنقول من حساب الشيكات إلى حساب جاري مبالغ دائنا تحت التسويق باسم هذا المستفيد لو الشيك ارتد لسبب آخر زي مثلا وفاة المستفيد توفاه الله يبقى في الحالة دي هنقول من حساب الشيكات إلى حساب جاري مبالغ دائنا تحت التسوية باسم ورصة هذا المتوفى اللي هو صاحب الحق لو الشيك ارتد العدم الأحقية في نفس السنة يعني الشيك ده كمقصدر في نفس السنة وتم رده في نفس السنة العدم الأحقية يبقى هنقول من حساب الشيكات إلى حساب الاستخدامات بالاستبعاد أما إذا الشيك ده تم رده لعدم الحقية وكان أصدر في العام السابق يعني ترد السنة دي لكن كان إذا الشيك مصدر في العام السابق يبقى هنقول من حساب الشيكات إلى حساب الإيرادات المتنوعة تعال نشوف هذه الحالات عزاء الطلاب مع بعض وعندي المعالجة المحسابية لارتداد الشيكات الصدر أقولنا طبعا لازم الشيكات هنقول من حساب الشيكات يبقى خدت بالك لو الشيك تصرف بنقول من حساب الشيكات إلى حساب الجاري البنك المركزي لو ارتد للوحدة يبقى برضو لازم حساب الشيكات يجي مدين لازم اقول من حساب الشيكات وهنفرق من أربع حالات لو ارتد العدم معرفة العنوان يبقى نقول إيه حساب جاري مبالغ دي أنا تحت تسوية باسم المستفيد اللي احنا مهتدناش لوانوانو وماعرفناش عنوان عشان نبعتله الشيك أو مجاش استلم الشيك الخاص به وانتهت مدة الشيكه في الحالة دي لازم نرد هذا الشيك نقول من حساب الشيكات إلى حساب جاري مبالغ دقينا تحت التسوية باسم المستفيد. لو ارتد لوفاة المستفيد يعني المستفيد توفى الله يبقى نقول ايه من حساب الشيكات الى حساب جاري مبالغ دقينا تحت التسوية باسم الورصة. لو ارتد العدم الاحقية في نفس السنة واحنا اوضحنا يعني ايه شيخ تم اصداره السنة دي واكتشفنا بعد كده انه صرف بالخطأ او يعني مهوش مستحق لهذا الشخص اللي اصدر له يبقى في الحالة دي هنقول من حساب الشيكات الى حساب الاستخدامات بالاستبعاد لو ارتد العدم الاحقية في السنة التالية يعني ما احنا في السنة دي وجلنا شيك كان اصدر في العام السابق وارتد لناس في العام الحالي لعدم الاحقية يبقى نقول من حساب الشيكات الى حساب الاراضات المتنوعة. تعالوا نشوف امثلة عزيزي الطلاب على ارتدات الشيكات الصدرة واول مثال عندي بيقول لي ارتد للوحدة الادارية الحكومية شيكا بمبلغ الف وستمائة جنيه. السبب قال للعدم الاهتداء لانوان المستفيد. طيب انا طالما ده شيك مرتد يبقى لازم الطرف المدين من حساب الشيكات. تمام. هنا قال للعدم الاحقية العدم الاهتداء لانوان المستفيد. العدم الاهتداء لانوان المستفيد يبقى لازم الطرف ادي انا يسوك هيقول يكون ايه? الى حساب جاري مبالغ دائنة تحت التسوية باسم هذا الايه? باسم المستفيد. اللي هو صاحب الشيكوة طبعا لو قال لي اسمه هكتب اسمه بين قصين. وبعد كده قال لي وشيكا بمبلغ الف وثمانون جنيه سبك اصداره العام السابق وذلك العدم الحقيقية للعام السابق. وبيتم رده في العام الحالي يبقى الطرف المدينة يكون من حساب الشيكات بالف وتمنمية والطرف الدائن الى حساب الاراضات المتنوعة. لو خدت بالك لو خدنا بالنا عزيزي الطلاب هنلاقي ايه? هنلاقي ان الطرف المدينة حساب الشيكات بالف وستمية والف وتمنمية. والطرف الدائن هو ايه? هيكون حساب جاري مبالغ دائنة تحت التسوية باسم المستفيد 1600 وحساب الإرادات المتنوعة أقدر أعمل القيد ده قيد مركب أقول من حساب الشيكات إلى حساب جاري مبلغ دينا تحت التسوية أو إلى مذكورين حساب جاري مبلغ دينا تحت تسوية باسم المستفيد وحساب الإرادات المتنوعة وأقدر أعمل لكل حالة من الحالات دي قد لوحدها يعني أقول الشيك اللي ارتد لعدم الاتداء لأنوان المستفيد أقول من حساب الشيكات 1600 جين حساب جاري مبالغ ده أنا تحت السواب اسم المستفيد والشيك اللي ارتد لعدم الأحقية وصبق اصداره في العام السابق أقول فيه من حساب الشيكات 1800 جنيه لحساب الأراضات المتنوعة 1800 جنيه لكن ممكن كنت عملت القيد مركب تعالى معايا يعني كنت قدر أقول من حساب الشيكات ركز معايا إلى مزكورين إلى إيه؟ إلى مزكورين إيه هما بقى؟ أول حاجة الشيك اللي ارتد للعدم الأحقية اللي هو طبعا الإراضات المتنوعة والشيك التاني ارتد لعدم الاتداء لأنوان المستفيد بقول إيه لا هيكون الطرف الدائن حساب جاري مبالغ دائنة تحت التسوية طبعا باسم الإيه؟ باسم المستفيد باسم المستفيد ده بكام أعزاء الطلاب بألف وستمائة جنيه طيب وعندي كمان عندي الإراضات الإيه؟ الإراضات المتنوعة اللي هو الشيك ارتد لعدم الحقية بس فين؟ بس من العام السابق كان أصدر في العام السابق وارتد في العام الحالي اللي هو بألف وتمنمائة جنيه يبقى أنا أجمع على طول عندي ألف وستمائة وعندي يبقى يبقى على طول ده تلات تلاف وربمائة جنيه فاكتب هنا الرقم أو المبلغ في الشيكات تلات تلاف وربمائة جنيه والشي حقية بقى ارتداد شيكات طبعا لعدم الاهتداء لعنوان المستفيد وعدم الأحقية يعني أقدر أعمل القيود قيد مركب وأقدر في نفس الوقت أعملهم قيدين أنت براحتك عايز تعمل القيود قيد مركبة الطالب مع عملية واحدة ممكن تعمله قيد مركب تقول من حساب الشيكات إلى مذكورين حساب جاري مبلغ دهنا تحت التسوية باسم المستفيد والأراضات المتنوعة بـ 1800 وجاري مبلغ دهنا تحت التسوية باسم المستفيد 1600 وطبعا الشيكات هتكون بمجموع من الاتنين كل عملية مالية لها طرفان طرف مدينة وطرف دانا وبنفس المبلغ من حساب الشيكات إلى مذكورين هتكون طبعا حساب الشيكات بـ 3400 او تحل بالطريقة الموجودة معنا دلوقتي اللي هو انك تعمل لكل قيد من هذه القيود او كل عملية من هذه العملية قيد مستقل بذاته فتقول زي ما انت شاف امامك كده الان من حساب الشيكات 1600 جنيه الى حساب جاري مبالك دقينات تحت التسويب اسم المستفيد 1600 وطبعا تشح القيد ارتداد شيك لعدم الاتداء لانوان المستفيد وتعمل قيد تاني للشيكات اللي ارتدت لعدم الحقية من العام السابق او كان تم اصدارها في العام السابق فتقول من حساب الشيكات الى حساب الاراضات المتنوعة وتشح القيد طبعا بعد ما تسجل لمبلغ 1800 في المدين 1800 في الدائن ارتداد شيك لعدم الحقية سبق اصداره لعام السابق تعالوا نشوف مثال كمان عزيزي الطلاب على ارتداد الشيكات للوحدة الحكومية الادارية وبيقول في المثال اتنين ارتد للوحدة الحكومية الادارية شيكا بمبلغ 300 جنيه لوفاة المستفيد يبقى في الحالة دي هنقول ايه هنقول من حساب الشيكات الى حساب جاري مبالغ دائنا تحت التسوية باسم الايه باسم الورصة وفيه شيك تاني ايه بمبلغ 4000 جنيه تم اصداره في العام الايه الحالي وذلك العدم الاحقية يعني فيه شيك ارتد كمان في العام الحالي وذلك العدم الايه الحقية يبقى هنقول برضو من حساب الشيكات لو انا عايز اعمل لكل حالة من الحالات دي قد لوحدها يبقى قول من حساب الشيكات الى حساب الاستخدامات بالاستبعاد لكن ممكن اعمل العملية ايضا في قيد مركب اقول من حساب الشيكات ب7000 جنيه الى مصورين حساب جاري مبالغ ده انا تحت التسوية باسم الورصة 3000 جنيه وحساب الاستخدامات بالاستبعاد ب4000 جنيه لكن تعالوا نشوف ازاي هنسجلها في دفتر الهومية في كل حالة في قيد مستقل فهنقول من حساب الشيكات 3000 جنيه الى حساب جاري مبالغ ده انا تحت تسوية باسم الورصة ده طبعا ارتداد شيك لوفاة المستفيد الشيك الثاني اللي هو بربعة تلاف جنيه اللي ارتد العدم الاحقية وتم اصداره طبعا في العام الحالي يعني ارتد في نفس السنة هو اصدر السنة دي وارتد في نفس السنة لعدم الحقية يبنؤون من حساب الشيكات الى حساب الاستخدامات بالاستبعات لكن لو كان تم اصدار الشيك دي في العام السابق في السنة المالية السابقة كنا نقول الى حساب الاراضات المتروعة زي ما شفنا في المثال السابق دي عزاء الطلاب الحالات اللي بيتم فيها طبعا ارتداد الشيك قلنا اربع حالات واوضحنا كل حالة مستقلة لو قلنا الشيك ارتد لعدم الاتداء لانوان المستفيد هكون من حساب الشيكات الى حساب جاري مبالغ دائنا تحت التسوية باسم طبعا المستفيد اذا تم ارتداد الشيك لوفاة المستفيد سننقلل شيك وانحاول المبلغ للورصة من حساب الشيكات الى حساب جاري مبالغ دائنا تحت التسوية باسم الورصة لو الشيك تم ارتداده للوحدة الحكومية الادارية لعدم الاحقية فانشوف هال الشيك ده اصدر في نفس السنة لو كان مصدر في نفس السنة المالية الارتد فيها يبنقول من حساب الشيكات الى حساب الاستخدامات بالاستباعات لو الشيك ارتد في سنة تالية لإصداره يعني احنا بنسبة الشيك ارتد في السنة دي وكان مصدر في العام السابق يبقى نقول من حساب الشيكات إلى حساب الإراضات المتنوعة الجزئية المهمة الثانية عزيزي الطلاب اللي عايزين نتكلم فيها وهي في حالة إن الشيك يفقد لو شيك من الشيكات فقد إلا يحصل لو فقد شيك من الشيكات اللي طبعا إدناها للمورد أو إدناها لصاحب الحق وصاحب الحق أو المستفيد ده خد الشيك وبعد كده الشيك منه ضاع ضاع منه أو فقد إلا يحصل في الحالة دي صاحب الحق هيرجع للوحدة الحكومية الإدارية ويبلغ إن الشيك رقم كذا فقد وعايزين إيه؟ عايزين شيك جديد الوحدة الحكومية الإدارية هتتفضل مشكورا تلغي الشيك القديم وطبعا تصدر له شيك بدل الشيك الإيه المفقود بعد ما تتخذ الإجراءات الإيه اللازمة لإثبات إن الشيك إيه فقد وتتأكد إنه طبعا ما تخصلش أو تم صرفه منين من البنك المركزي いه اللي هيحصل lock cable هنبتدي بقى يلغي الشيك القديم اللي هو نسميه هيكي المفقود ونسجل الشيك طبعا هنصدر له شيك جديد يبقى القد قد اكتب رقم الشيك المفقود إيه بقى حساب الشيكات وبين كوصين اكتب رقم الشيك الجديد المصدر بدلا من المفقود خب بالك الشيك الجديد ده مصدر ويقول ليه حساب الشيكات واكتب رقمه بن قصير طب والشيكات المفقودة هلغيها فهي أصلا دينة فجيبها مدينة أقول من حسب الشيكات المفقودة أو بن قصير نكتب رقم الشيك المفقود تعال نشوف مثال على فقد الشيكات والكيفية اللي هنعالج بها أو نسبت بها استبدال شيك بدلا من شيك مفقود داخل دفاتر الوحدة الحكومية الإدارية عندي مثال بقول لي حررت إحدى الوحدات الحكومية الإدارية الشيك رقم 433 بمبلغ 6000 جنيه لأحد الموردين بدلا من الشيك المفقود رقم 353 خبالك من المثال بيقول لي حررت إحدى الوحدات الحكومية الإدارية الشيك رقم 433 بمبلغ 6000 جنيه لأحد الموردين ليه بدلا من الشيك المفقود رقم 353 يبقى الشيك المفقود هيجي إيه مديني يعني أقول من حساب الشيكات وكتب بن قصير رقم الشيك 353 لأن دي الشيك المفقود إلى حساب الشيكات وكتب رقم الشيك الجديد أو الشيك اللي تم إصداره الجديد اللي هو 433 بمبلغ 6000 جنيه يبقى في حالة إصدار شيك بدلا من الشيك مفقود بجيب الشيك المفقود مدين والشيك المصدر الجديد دائن وتكون المعالجة المحاسبية في هذه الحالة من حساب الشيكات 353 اللي هو دي رقم الشيك المفقود 6000 جنيه إلى حساب الشيكات طبعا ده الشيك الجديد 433 ب 6000 جنيه واشرح القيد تحرير شيك جديد بدلا من الشيك المفقود يبقى احنا عزاء الطلاب زي ما شفنا الشيكات بتصدر ثم بعد كده هيكون مصيرها يا إما الصرف يا إما الارتداد للوحدة يا إما نستبدل شيك مفقود بشيك إيه بشيك جديد يبقى هنا ما عنديش حاسمها رفض الشيكات زي الشيكات تحت التحصيل الشيكات الصدر إما بتحصل أو بتصرف يعني أصحاب الحقوق أو صاحب الشيك خاد الشيك وراح صرفوا من البنك المركزي بنقول من حساب الشيكات إلى حساب جاري البنك المركزي الشيك ارتد للوحدة الحكومية لأي سبب من الأسباب أيضا لازم من حساب الشيكات وأوضخنا حالات ارتداد الشيك اللي هم أربع حالات مفيش غيره أو إن الشيك فقد من المورد أو من صاحب الحق أو من المستفيد ورجع للوحدة الحكومية الإدارية اللي اتغذت الإجراءات اللازمة للتأكد من عدم صرف الشيك المفقود ثم بعد كده هتصدر له شيك جديد وتلغي الشيك القديم فنقول من حساب الشيكات المفقودة برقامها طبعا إلى حساب الشيك الجديد برقامه زي ما أوضحنا دي عزيزي الطلاب الطريقة الأولى من طرق صرف المصرفات وهي الصرف بشيكات الطريقة الثانية وهي الصرف بإذن صرف عندنا طريقة خاصة بالشيكات احنا زي أوضحنا عندنا طريقة خاصة بالشيكات أو الصرف بشيكات وعندنا طريقة خاصة بالصرف بإذن صرف عندنا إذن الصرف عزيزي الطلاب بنفتح له حساب الحوالات وإحنا طبعا لما نيجي نصرف أي مبالغ بإذن صرف بنقول من حساب على طول استخدامات الموازنة لو بنصرف لمورد طيب لو بنصرف لجهة من أصحاب الحق زي ما استحطى الضرائب أو بنصدر لهم إذن صرف هنقول من حساب جاري مبالغ دائنة تحت التسويب اسمها زي الجهة أو اسم المستفيد بالمبلغ دائنة أنا عندي الطرف المدين أيضا في حالة الصرف بإذن صرف من حساب استخدامات الموازنة أو من حساب زي ما أوضحنا جاري مبالغ دائنة تحت التسويق باسم الجهة اللي بنصدر لها المبالغ بإذن صرف طيب أنا عايزك تاخد بالك كويس معاي يبقى احنا قلنا لما نيجي نصدر أو نصرف في كل تلك حالتيك سواء كان الصرف بشكات أو الصرف بإذن صرف زي ما هنشوف بنقول من حساب استخدامات الموازنة لو احنا أصدرنا إذن الصرف أو أصدرنا الشيك للمورد زي ما شفنا في الأمثلة السابقة على الشكات لازم نقول من حساب استخدامات الموازنة طيب لو احنا أصدرنا الشيك دوت لمين عزيزي الطلاب لو أصدرنا الشيك لجهة من الجهات اللي لا حق عند الوحدة الحكومية الإدارية أو الوحدة الحكومية عليها مبالغ مستحقة لهذه الجهات زي ما قلنا مثلا زي ما أوضحنا مثلا قلنا مصلحة الضرائب يبقى في الحالة ده نقول من حساب جاري مبالغ دينا تحت التسويق باسم مصلحة الضرائب ونكتم إيه الطرف الدين طبعا في الحالة دي إذن الصرف هيكون الطرف الدائن إلى حساب الحوالات يبقى الطرف الدائن مع إصدار إذن الصرف هيكون الحوالات لكن أنا أفرق بقى بعد كده لما يجي إذن الصرف ده لو صرف يبقى أفرق من حالتين إذن الصرف ده مسحوب كم مسحوب على خزينة الوحدة فلما يصرف نقول من الحوالات إلى حساب الخزينة ولا إذن الصرف ده كم مسحوب على مش على خزينة الوحدة بقى مسحوب على هيئة البريد يبقى هنقول من حساب الحوالات إلى حساب جاري نأدية بالبريد أمنات جاري نأدية بالبريد أمنات يبقى أزون الصرف إما بتصرف من خزينة الوحدة لأن الوحدة بيكون في الحالة دي الوحدة حكومانية دي بيكون لديها خزينة عامة أو بيصرف من من هيئة البريد وفي الحالة دي بنقول من حساب الحوالات إلى حساب زي ما أوضحنا إلى حساب جاري نأدية بالبريد أمنات تعالوا نشوف أمثلة على الكيفية اللي بنسجل بيها الصرف بإذن صرف ونوضح هذه الحالات من خلال أمسنا ومعنا مثال المثال أول بقول لي أصدرت الوحدة إذن صرف مسحوب على هيئة البريد للمورد محمد سعد بمبلغ سبع تلاف جنيه بعد خصف ربعمائة جنيه ضرائب وتم صرف الإذن طبعا الطرف المدينة عندي لازم يكون يا عزيزي الطلاب أنا بصرف بصدر إذن صرف لمين لمورد يبقى في الحال هو محمد سعد يبقى في الحال من حسب استخدامات الموازنة المستحقات لمحمد سعد سبع تلاف جنيه وربعمائة لأنه كان له سبع تلاف وربعمائة لكن احنا هنخصم منه ربعمائة جنيه نفس الحالة بتاعت الشيكات هنخصم منه ربعمائة جنيه الربعمائة جنيه دول إيه لحسب مصلحة الضرائب عفوا لحسب مصلحة الضرائب فنقول من حساب استخدامات الموازنة إلى مصكور إيم استخدامات الموازنة يكون بسبع تلاف وربعمائة وحساب جاري مبالغ دائنة تحت التسويب باسم مستحطة الضرائب بربعمائة جنيه وحساب الشيكيات وحساب طبعا ده إذن صرف هيبقى حساب الحوالات بسبع تلاف جنيه يبقى ده القد الأول عندي بعد كده ناخد بالنا إن تم صرف الإذن والإذن ده مصحوب فينا على أي عزيزي الطلاب مصحوب على أي البريد في حالة الصرف لازم حساب الحوالات يجي مدين فنقول من حساب الحوالات إلى حساب إلى حساب جاري نقدية بالبريد أمنات تعالوا نشوف الكود معنا يبقى القد الأول يكون عندي من حساب استخدامات الموازنة إلى مذكورين استخدامات الموازنة سبع تلاف وربعمائة جنيه اللي هو قيمة الشيك زائد المبلغ اللي صرف لمستحطة الضرائب أو اللي خصم لحساب مستحطة الضرائب إلى مذكورين حساب جاري مبالغ ده هنا تحت التسوية باسم مستحطة الضرائب ربعمائة جنيه وحساب الحوالات بسبع تلاف جنيه ووشح القد إصدار إذن صرف للمورد محمد سعد بعد كده قال لي ان الحوالة او اذن الصرف تم صرفه من مكتب البريد يبقى قول على طول من حساب الحوالات ب7000 جنيه الى حساب جاري نقدية بالبريد امانات طيب ليه لان اذن الصرف ده مسخوب على مكتب البريد بقى من حساب الحوالات الى حساب جاري نقدية بالبريد امانات لو كان مسخوب على خزينة الوحدة كنا نقول من حوالات الى حساب الخزينة وطبعا في الحالة دي طبعا مسحوب على هيئة البريد يبقى من حساب الحوالات إلى حساب جاري نأدية بالبريد أمانات أشع طبعا ب7000 جنيه اللي يقمت إذن الصرف واش حلقية صرف في إذن الصرف من هيئة البريد تعالوا نشوف مثال كمان عزيزي الطلاب والمثال التالي بيقول لي أصدرت الوحدة إذن صرف مسحوب على خزينة الوحدة للمورد عمر الدمرداش بمبلغ 8000 جنيه بعد خصب 300 جنيه ده رائبة كده المستحقات أو استخدامات الموازنة 8300 جنيه وإذن الصرف ب8 و300 جنيه جاري مبالغ ده أنا تحت التسواب باسم وصطحة الضرائب يبقى يكون القيد عندي من حساب استخدامات الموازنة إلى مذكورين جاري مبالغ ده أنا تحت التسواب باسم وصطحة الضرائب ب300 جنيه وحساب الحوالات ب8000 جنيه اللي هي قيمة إذن الصرف وبعد كده قال لي تم صرف إذن الصرف لك أخذ بالك بقى معي إذن الصرف ده مسحوب على خزينة الوحدة يبقى لما قصر في الإذن أقول من حساب الحوالات إلى حساب الخزينة تعالوا نشوف المعالجة المحسابية قد الأول من حساب استخدامات الموازنة إلى مذكورين وقد استخدامات الموازنة يكون ب8300 جنيه والطرف ده أنا يكون إلى مذكورين حساب جاري مبالغ ده أنا تحت التسواب باسم وصطحة الضرائب 300 جنيه وحساب الحوالات 8000 جنيه وبعد هنا الشعقية إصدار إذن صرف للمورد محمد المورد طبعا هنا اسمه خطأ للمورد عمر الدمرداش ثم بعد كده طبعا دي ب8000 جنيه تم صرف إذن الصرف وإذن الصرف ده مسحوب على خزينة الوحدة يبقى في الحالة هنا دي تنقول من حساب الحوالات طبعا ب8000 جنيه لكن إيه حساب الخزينة لأن إذن الصرف كان مسحوب على خزينة الوحدة وش حلقية صرف إذن الصرف من خزينة الوحدة ومنساش أسجل المبلغ 8000 جنيه الحوالات 8000 جنيه الخزينة دي أعزائي الطلاب الطريقة اللي بسجل بيها صرف مبالغ من أو مصرفات من الوحدة الحكومية من خلال إذن بإذن صرف وقلنا أوضحنا إن الطرف المدين في حالة إن احنا نصدر إذن صرف للمورد بنقول من حساب استخدام الموازنة هنصدر إذن صرف لأي جهة من الجهات اللي لا حق عند الوحدة فهنقول من حساب جاري مبالغ ده نتحت التسوية لو بيسمى صحب ضراب إيه لحساب الحوالات ولما الحوالات تتصرف نشوفها هل هي كانت إذن الصرف ده يصرف هل كان مسحوب على خزينة الوحدة الحكومية فنقول من حساب الحوالات إلى حساب الخزينة أو مسحوب على قاية البريد فنقول من حساب الحوالات إلى حساب جاري نقدية بالبريد أمانات زي ما أوضحنا الحوالات بتيجي مدينة بتيجي دينة الأول في حالة إيه إثبات المصرفات ثم بعد كده يعني مع الإصدار تيجي إيه تيجي دين مع الصرف اتصرف خلاص صاحب إذن الصرف أو المستفيد خلال إذن الصرف ورح صرفه لازم حساب الحوالات يجي مدينة والطرف الداين هيكون حساب الخزينة في حالة إن الصرف تم من خزينة الوحدة يعني إذن الصرف كان مسحوب على خزينة الوحدة أو إلى حساب جاري نقدية بالبريد أمانات إذا كان إذن الصرف مسحوب على هيئة البريد طبعا لسه فيه كلام تاني عن الحاجلات الخاصة بإذن الصرف طبعا عندنا حالات خاصة بارتداد إذن الصرف وكذلك أيضا استبزدال إذن الصرف مفقود بإذن جديد طبعا هي شبيهة بحالات الشكات اللي طبعا بيتم ارتدادها لكن إن شاء الله بإذن الله انتظرونا في حلقة قادمة إن شاء الله هنكمل فيها حدثنا عن التوجيه المحاسبي للمصرفات بإذن الصرف إن شاء الله بإذن الله نكمل حدثنا عن التوجيه المحاسبي للصرف بأوامر الدفع الإلكترونية وإلى أن نلقاكم على خير إن شاء الله نترككم في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته